توجدك في الفريق الأول وسط العمالقة أو الجيل الزهبي للنادي الأهلي ده أثر في شخصيتك كلاعيب ناشئ وفادك على المدى البعيد آه جداً جداً يعني عايز أقولك أن أنا لغاية دلوقتي الفترة اللي أنا قضيتها في النادي الأهلي مع اللعيبة الكبيرة دي هي لغاية دلوقتي هي هذه الخبرات اللي أنا اكتسبتها هي هذه الخبرات اللي أنا بقدر أنقلها دلوقتي للعيبة الصغيرة آه طبعاً الموضوع فرا معي جداً تعلمت من الناس دي حاجات يعني مش عايز أقول لك. هي أكتر حاجات تتعلمت. لا حاجات كتير قوي. الناس دي كانت آآ كانت أكتر حاجة بتميزهم إنهم عندهم الشغل بتاعهم ده ده أهم حاجة يعني تركزهم كله في الكرة. مش عندهم أي حاجة في دماغهم تاني غير الكرة. وده اللي احنا مفتقدين دلوقتي. يعني هم كان عندهم تفكيرتهم التفكير بتاعهم العاقلية كانت جداً. الناس دي كانت بتكسب على طول. فما كانواش بيشبعوا. آآ النهاردة وقت بطولة. آآ بكرة في التمرين أنا أحسن واحد. أنا اللي مكسب النادي مبارح. أنا بكرة بموت نفسي عشان عندي موضش تاني عايز أكسب عندي بطولة تاني عايز أكسب. فالحاجات دي كلها أثرت فيها طبعاً. كنت بشوف اللعبة الكبيرة دي كنت بعض مستغرب يعني تريكة وبركاته الناس دي مبارح مكسبين النادي. بطولات مثلاً كبيرة والناس كلها مصر كلها بتكلم عليهم. آآ ريح بقى شوية يا عم فهم. آآ الناس دي ما كانش عداك كده خلق. بستاني يوم. بتلاقيهم أحسن ناس في التمرين. تعالنا نفتكر بقى كم لعيب كان في مركزك كده. وانت لسه متصعب. لا نطلقها تفاريه الاول. كان فيه لعبة كتير جدا. كابتن عبدالن حاس. واحد. كابتن والجومعة اتنين. آآ كابتن شهدي محمد. كابتن كانت موجودة مع اللعيب الكبار دول. وانت لسه لعيب صغير طالع. وازاي قدرت كمان ان انت تلعب وتبقى موجود. لا المنافسة طبعاً كانت صعبة جدا. آآ فانا اصلا تواجدي مع الفريل الاول ده كان بالنسبة لي حلم. ان انت انت متخيل انت كناشئ. آآ شايف الناس اللي موجودة في الفريل الاول فانت بالنسبة لك موضوع ان انت الفريل الاول ده موضوع مستحيل. آآ وما كانش حد بيطلع قبل كده ولعيبة كتير مررت. كانت كويسة جداً. فبيجي عليها سن الفريل الاول فبتضطر تيمشي من النادي النادي يمشيها. فان انا الحمد الله المطش اللي انا بقول لك بدأت فيه مع الكابتن حسام اسماعي السماعليه ده فرق معي جداً جداً يعني. مستلمانو التفرج على المطش وكلم الكابتن حسام كابتن حسام ملغني قال لي الراجل مبسوط قوي بيك. ودي كان البداية بالنسبة لي. ولما رجع مستلمانو بدأت مع الفرق فترة اعداد فالحمد الله الراجل كان يعني كان مقتنع بيه جداً. وكان شايف فيه حاجة كويسة. وكان دايماً بتكلم معي ان انت هتبقى مستقبل النادي وكده. فواحدة واحدة انت عارف الامور بتبدأ تساعدك يبدأ مسلاً اتنين تلاتة ساعتها كابتن رامي عدل تقريباً تلاقي عورك كابتن محمد صديق ماشي. كابتن محس تعور فكابتن واي الجمعة في سنة من السنين راح راح لهاك في قطر فبتبدأ الامور ايه? واحدة واحدة كده تبدأ الدنيا تفك بالنسبة لك تبدأ تبدأ الامور احسن شوية تبدأ تاخد مرشود تبدأ الناس تعرفك واحدة واحدة فالامور مشيت كده يعني. مين كان اكتر واحد بتلعب عليه? او في الحتة اللي انت موجود فيها دي كان هو بموجود وكنت انت بتلعب? لا اهو بص اه احنا الفترة دي طبعاً كنا بنلعب بتلاتة كان فيه لبرو. طبعاً الكابتن عماد نحاس انا المفروض ان انا كنت طالع من ناشين لبرو اصلا. كنت بلعب لبرو على طول في الناشين. فالكابتن عماد اه اه اتصاب جلو رباط صليبي. فكان طبعاً انا اللي كنت هيخد فمستر مانو يتكالب معايا هو مش شايفني ان انا في لبرو احسن من السردباك. هو شايف ان انا في السردباك احسن. فكان بيلعب اللاب ساعتها شادي هو للاعب لبرو وكان بيلعبنا ناسر دباك. فجاء علينا وقت كنا عشان ضغطة الموتشات فكان بيقعد كل يعني جاء علينا سنة كان فيه كل موتش يقعد واحد من الاربعة. كنا احنا الاربعة. كان كان سمير وشادي واحمد السيد. وجمعة. فكان مسلا الموتش ده سمير هيقعد التلاتة هيلعب والموتش اللي جاي عشان تبدأ الناس عشان تبدأ الناس ترتاح هييروح مقعد واحد. فكنا. مين كان اكتر واحد بيتداي. لا كلهم. كابتن لعبة كبيرة انت عارف دايما بيبقى بيلعب وعايزي بقى موجود. فتسكر موقف. لا بس هو طبعا كان عطول يقعد يقول لي انت هتبطلني انت لفانا اقول له بقى جمعة كفاية بقى انت هتبطل امتى بقى كفاية انت هتبضل تلعب لغاية ما انا هبطل وانت هتلعب برضو. الحمدلله كانوا برضو بيتعمل معناح بشكل كهز جدا وعارف بيحتضنوك. ولعبة فعلا كتبيرة ولعبة مسؤولة فعلا ففرق طوعا جدا معي. اشتركوا في القناة